بعد أسابيع من الجدل صوت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد الذي اعتبره الكثيرون سيئاً لأنه يهضر أصوات فئات عراقية مهمة كالنزحين والمهجرين وساكن العشوائيات كما أنه لا ينهي سطوة الأحزاب والطيارات السياسية بشكل كامل مختصون وقانونيون وبحثون ناقش في جلسة حوارية القانون وقالوا أن الندوة جاءت بناء على توجيهة المرجعية الحوارات كانت جدلية وتصب باتجاه انتخابات مبكرة اليوم كانت ندوة هادفة جداً تطرقت إلى موضوعة الانتخابات المبكرة وكانت الحوارات جدلية القسم الأعظم والقسم الأكثر من هذه الحوارات كانت باتجاه انتخابات مبكرة بدليل أن المرجعية وكل المنظمات المدنية والمجتمعية قد أيدت لهذه الانتخابات بالتالي يجب الرجوع إلى انتخابات مبكرة بسنة واحدة بعدها يمكن تغيير الخارطة السياسية ممكن إبعاد شخصية على شخصية أخرى آخرون أشاروا إلى وجود أزمة تفاهم بين الشباب والحكومة الندوة هي جاءت استجابة لدعوة المرجعية بأن تأخذ النخب والكفاءات على دمتها تثقيف المجتمع والوقوف عند المعطيات التي وقفت فيها المعضلة السياسية بعد الانسدادات السياسية والأزمات أهم المخرجات أن هناك رؤية مشتركة لدى كل الرؤية السياسية والقارئين لها أن هناك أزمة تفاهم ما بين أجيال العمل السياسي وأجيال المجتمع وهناك فاصلة جدا كبيرة يجب أن تستوعب هذه الطرقات الشابة التي كانت هي أسوأ أساس التظاهرات وبالتالي هناك حاجة لاستيعابها ضمن رؤيتها هي في تفاهم العمل السياسي وإعطاء فرصة للطرقات الشابة أن تدير العمل السياسي قانون الانتخابات الجديد يتيح للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو في البرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها